بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأسكى الصلاة وأتم التسليم على سيد من خلق وصفوة من اصطفى وتحيات زاكيات على الراسخين في العلم درجات أهل بيت نبيه أعلام الدين وقواعد العلم السبيل الواضح إلى الله والمسلك إلى رضوانه أبواب مدينة العلم وسدنة رسالته وسلم تسليماً كثيراً حضورنا الكريم المحتفى بهم أبناءنا الأعزاء بناتنا الفضليات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم فكم لهذه العتبة المقدسة العتبة العباسية من وقائع وكم لها من صنائع وكم لها من بدائع وروائع آمنت أولاً بأن الله تعالى جعل قبر أمير المؤمنين عليه السلام وقبور ولده بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها وأن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليهم وتحتمل المذلة والأذى فيعمرون قبورهم ويكثرون زيارتها تقرباً منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله وتؤمنوا بأن أولئك هم المخصوصون بشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهم الواردون حوضة وهم زواره غداً في الجنة وتؤمنوا أن من عمر قبورهم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ومن زار قبورهم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتهم كيوم ولدته أمه تؤمن العتبة العباسية المقدسة بكل ذلك لأنه متواتر صحيح عن النبي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وتؤمنوا أن وراء ذلك بشر النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال ولإيمانها الراسخ هذا كانت مشاريع عمارة العتبة المقدسة الفريدة وكانت ضروب شتى وفنون شتى من خدمات الزائر الكريم وتلك أولى الصناع ثم عزمت بعد فراغها من العمران وخدمة الزائرين إلى خدمة الدين والمذهب وتلك صناع يكل دونها العادون ولها شواهد ووقائع آخرها هذه البذرة وهذه الثمرة التي نحن نشاهدها اليوم هذا المحفل الكريم ثم أن لها في خدمة الإنسان أنّا كان وحيث كان روائعا وبدائعا لا نهاية لأمدها فقد حرصت العتبة العباسية على تقديم خدماتها تقديم خدماتها الأخرى للمجتمعي واستهدفت توفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة ودونك بدل المثل أمثلة فقد اخذرت بمشاريعها صحراء وأينعت ثماراً ونخيلاً بطعومٍ وأصناف ما سمع بأسمائها إلا آباؤنا الأولون ودونكم أخيراً الحزام الأخضر والقائمة تطول ولقد ضمنت صحياً شريحةً كبرى مع ضمان تمتعي شريحةٍ أخرى بأنماطي عيشٍ طيبةٍ وصحيةً وأحرزت تقدماً في زيادة فرص الحصول على المياه وأسهمت في الحد من تنام الأوبئة وحفظت ما حفظت من موتٍ محتوم ولولا غصةٌ في الحلق من تذكر الماضي القريب لاستعرضنا صنيعها في زمن الكورونا بل صنائعها وما أكثرها ومن قبل كان وباء داعش الذي كاد أن يقضم النسلة والحرث لولا نهج سيدها سيد النجفي إمام السيد السستانيدة مظله الذي تتشرف أنها تستن بهديه وتنهل من فيض ممثله متوليها الشرعي الذي يرسم لها الرؤية والرسالة والأهداف سماحة السيد أحمد الصافي أدام الله خدمته وعزه ولها في ميدان التعليم قصةٌ تروى غمنت فيها تعليماً نوعياً منصفاً وعززت فرص التعليم لفئاتٍ محرومةٍ مدى حياتهم كما أن لها في محو في محو الأمية باعاً محموداً ولها في تمكين المرأة وتوفير فرص العمل لها وحقها في التعليم مجالٌ طيب وخصصت مشاريعاً فكريةٍ لا نفاد لعددها وأخرى ثقافيةً وشجعت الافتكار واحتضنت المواهبة وآمنت بعقول أهلها العراقيين تحفيزاً وتشجيعاً وتعزيزاً لإدامة الابتكار نعم أيها الخريجون فإن قائمة الخدمات تطول وإن وجوه الخدمة تتعدد ويبقى من أوسمي تلك الوجوه هو التربية والتعليم فهو مما تعتز به وتفاخر وتنوع الأساليب وتلتمس الوسائل لعنايتها به فقد كانت خدمته في صميم رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومنها أن الزمن أرانا تصاعداً مخيفاً في إفرازات المشهد الجامعي التي بدأت تهدد منظومة القيم الأخلاقية التي لها في نفوسنا ما يشبه القداسة وكعادتنا فإننا لا نملأ الفضاء نقداً وتقريعاً وتجريحاً بل دعونا القائمين على هذا الشأن إلى أن يحدوا من تسارعه المخيف فيضع المحددات الأخلاقية والقيود الاجتماعية التي تضبط جموحاً وتحد من إفرازاته التي لا يجمعها والوسط الجامعي أي جامع وذكرناهم بما نشئنا عليه ومن طوى عليه الواجب كما ذكرناهم بإجراء صنعه المختصون بالشأن الطبي قديماً فهم حين رأوا ما أفرزه الميدان الطبي من تطورات دعتهم الحاجة إلى إيجاد نظم وقوانين وعلم للأخلاق الطبية بوصفه اعتراضاً على جموح التطور العلمي الطبي الحديث وشططه العلمي الذي اشتاح كرامة الإنسان وأسهم في استباحته جسده وما زلنا نرنو بعين الأمل وننتظر ذلك اليوم الذي تأخذ فيه إدارة الجامعات دورها الرقابي المهني والوظيفي والأخلاقية والتربوية والعلمي للإعلان عن ضوابط وأنظمة وتعليمات تقنن تقنن وفق إجراءات من ضبطه ذلك السلوك التعبيري الحقيقي تضبط أخلاقيات الحرم الجامعي وتكبح جماحا ما تسلل إليه من عادات وتقاليد دخيلة للحيلولة دون انتهاك حرمة دور العلم والمحافظة على كرامة قلابها فالعلم والأخلاق صنوان لا يفترقان ومنها تقديم نموذج إيجابي يحتذا فكانت جامعة الكفيل والعميد النموذجين فمن شاء يتخذ إليهما أو إلى تقليدهما سبيلا فهما متاحان فمن لم يرد فذلك من عنده وما على الرسول إلا البلاغ المبين ويبقى لجامعتين ولأخريات مثلهن فضل محاولة تصحيح المسار وإيقاد الضوء في نهاية النفق ومنها توفير فرص دراسية الرصينة لأبنائنا لأبنائنا ممن يحصلون على معدلات عالية جدا لكن طاقات جامعاتنا الحكومية لا تستوعبهم فيطوون المسافات الشاسعة ويتغربون عن أهليهم ويدرسون بجامعات خارج البلاد لا تلبي طموحهم بتعليم مهني رصين وتقذف بهم في بيئات لا يجمع بعضها ومجتمعنا أي جامع ولن يكونوا في أعمارهم الغضة بمنأة عن التأثر بها ومنهم من يرد بخفي حنين لأن الغالبية العظمى منهم لا طاقة له على السفر ولوازمه وفئة منهم لا يحالفه الحظ بالقبول هناك فيطوي ظلوعه على حسرة مزمنة تقضم كل أمل عنده وفئة يقبلون ومن هذه الفئة من تحف به العناية فتقروا به عيون وتسروا نفوس ومنهم من يكتسب علما ويفقد قيما ومنهم من يردوا إلى البلاد ولا يعلموا من بعد علم شيئا لقد عاينت العتبة العباسية المقدسة المشهد كله وتفاصيله وحركاته وسكناته وطرحت البديلة لبنيها وفصلت النموذج على مقاس الحلم وها أنتم اليوم غرسوا تلك البذرة التي أينعت وحان قطافها لتنفع البلاد والعباد كنا هنا كنا قد راهنا سابقا على أصالة هذه الثمرة وطيب منبتها والفضاء التي نمت تحت سمائه فهو فضاء الطهر والقداسة واليوم نرسم بكم من لوحات تعظيم الطبي وتوقير الطبيب وسنباهي بكم ونشكر الخالق الجليل جل اسمه الذي به تتم الصالحات لنتلو آيات حمده وشكره فله الحمد بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها نعم فكثير من الطلبة وقليل من ذويهم من ينسى أن هذه اللحظة هي لحظة حمد ولحظة شكر ففيها يهب الله هذا الطالب نعمة حرم منها كثيرون فكم من إنسان استفحل الفقر عليه فحال دون وصوله إلى هذه اللحظة وكم من إنسان أصابه المرض في مقتل فأقعده فإذا هو قريح فراش أو قعيد الدار فلم يعيش هذه اللحظة وكم من إنسان حرم نعمة وجود أبيه فتصدى للكسب والعمل وكدح كي يعيش غيره فترك مقاعد الدرس وكم من إنسان ابتلي بظرف قاهر جعله يحلم بحياة طبيعية تجود عليه بفرصة التعليم وكم من إنسان تبع هواه فأضاع نفسه وضيع مستقبله ونأى بنفسه عن نعيم هذه اللحظة أليس يجدر بنا أن نحمده جلت قدرته لأننا لم نكن من ضمن هؤلاء أليس حريا بنعمه أن تحمد وآلاءه أن تشكر أليس حريا بنعمه أن تحمد وآلائه أن تشكر فالحمد لله حمدا يوازي نعماءه التي أفاء بها علينا ويوافي ضروب آلائه التي مكننا بها من مواصلة الدراسة وسهل لنا دروبها لنصل إلى هذه اللحظة الفارقة إليكم وأنتم تترجمون الفرحة مراسيمة ومناسكة ترضي العرفة والدين لتكون رصيدا يعتز به الوالدين والولدان وذخيرة إن استعادتها الذاكرة في المستقبل فإنها مما يفخر به المرء شابا وكهلا إليكم لهذا ولغيره مزيدا من التقدير وطوبى لكم وحسن مآب شكرا للوالدين أو من قام مقامهما وأسر عمرت بهما أو بذكرهما شكرا للأساتذة الأفاضل للعمادة والأخسام شكرا لرئاسة الجامعة ومجلسها الموكر شكرا لكل من كان وراء إقامة هذا المحفل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة